السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واحدة من المشاكل الرئيسية للرجال هي مشاكل التهاب البروستاتا أو سرطان البروستاتا يمكن اكتشاف التهاب البروستاتا في المراحل المبكرة لذلك شاهد هذا الفيديو للنهاية لتتعرف على أنواع وأسباب وأعراض التهاب البروستاتا وطريقة علاج التهاب البروستاتا في المنزل ولكن قبل أن نبدأ وفضلا وليس أمرا صلي على النبي وادعمنا بالضغط على زر الإعجاب لنستمر بتقديم كل ما هو جديد ومفيد إذا كنت قد جربت علاج التهاب البروستاتا في المنزل من قبل اضغط لايك وإذا كنت من المتابعين الجدد اشترك في القناة وفعل زر الجرس لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات مرحبا بكم من جديد أسباب التهاب البروستاتا تتسرب البكتيريا من البول إلى البروستاتا وتسبب التهاب البروستاتا الحاد هناك أيضا أسباب أو عوامل تزيد من خطر واحتمالية الإصابة بالتهاب البروستاتا مثل عضو البروستاتا السابقة إصابات الحوض استخدام القسطرة خزعة البروستاتا المرحلة العمرية في العمر عامل مهم في التهاب البروستاتا وجود وعضوة في المسالك البولية تختلف الأعراض حسب سبب الإصابة ويمكن ذكر ما يلي الشعور بالحرقان والألم عند التبول صعوبة التبول أو تقطر البول كثرة التبول أثناء الليل تعكير البول أو تلونه وجود دم في البول الشعور بألم في أسفل الظهر أو البطن أو الفاخذ الشعور بألم في منطقة العجان وهي المنطقة الواقعة بين كيس الصفن والمستقيم ألم في القضيب والخصيتين أو انزعاج الشعور بالألم عند القذف أو الضعف الجنسي درجة حرارة عالية مع وجود عضوة بكتيرية مثل التهاب البروستاتا الحاد قد تظهر أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا في بعض الحالات تتحسن الأعراض دون الحاجة إلى مراجعة الطبيب ولكن هناك أعراض يجب مراجعة الطبيب مباشرة في حالة حدوثها مثل ألم الحوض وسعوبة التبول وألم عند القذف علاج التهاب البروستاتا في المنزل اكتشف الأطباء والخبراء أن بعض الأطعمة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بتضخم البروستاتا أو سرطان البروستاتا ومع ذلك فإن الطبيعة لديها حل لكل مشكلة وهي سر استعادة وظيفة البروستاتا الطبيعية وقدرتنا على التبول بشكل طبيعي لذلك بالطبع إذا كنا مختمين بإيجاد حلول لهذه المشكلة فنحن بحاجة إلى معرفة ما تفعله النباتات والمغذيات وكيفية الجمع بين أفضلهم لتعظيم فعاليتها فيما يلي سوف نقدم لك علاج التهاب البروستاتا في المنزل من خلال تناول الأطعماء المفيدة لحماية البروستاتا وعلاجها بشكل نهائي وهي علاج التهاب البروستاتا في المنزل بالجوز البرازيلي من بين المكسرات يعد هذا النوع من الجوزة الخاص بمنطقة أمريكا الجنوبية مصدرا غنيا للسيلينيوم المعدني وهو مفيد جدا لصحة البروستاتا في الواقع تحتوي هذه المكسرات على عنصر السيلينيوم أكثر بعشر مرات من تناول المكملات وفقا للدراسات التي أجريت في هذا المجال فإن استهلاك السيلينيوم فعال في تقليل مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا تنمو شجرة الجوز البرازيلي في البرازيل وفنزويلا وكولومبيا وبيرو وبوليفيا المكسرات البرازيلية هي مصدر غري للزينك والمعادن الأخرى التي تؤثر على زحة البروستاتا بالإضافة إلى ذلك الجوز البرازيلي غني بالأحماض الأميرية الأساسية وكذلك مصدر غني للمغنيسيوم والثيامين أي بيتامين بي وان علاج الالتهاب البروستاتا في المنزل بالبراميت المنشاري في المرة التالية التي تذهب فيها إلى الصيدلية أو محلات بيع المكملات الغذائية تحقق من تركيبة المنتجات الطبيعية للبروستاتا ستجد أن جميعهم تقريبا يستخدمون البراميت المنشاري قد يخبرونك أن الرجال استخدموها منذ العصول القديمة وما إلى ذلك هذا شيء عظيم لكن فعاليتها ليست مفاجئة كابسولة البراميت المنشاري لها تأثير معتدل فقط هذا مقبول إذا كنت تعاني من مشكلة طفيفة في البروستاتا لا يكفي أن نأخذ نبتة مثل البراميت المنشاري تابع الفيديو لتتعرف على باقي الأطعمة التي تساعدك بشكل كبير في علاج التهاب البروستاتا في المنزل علاج التهاب البروستاتا في المنزل بالبروكلي البروكلي مصدر أساسي للمعادن من بين عائلة الكرامب والخضروات يحتوي البروكلي على مستويات عالية من المغذيات النباتية والإندول سلفورافان وكلاهما له خصائص عالية مضادة للسلطان وفقا للبحث الإندول في عائلة ملفوف بما في ذلك القرنبيط يمنع نمو خلايا سلطان البروستاتا كما يمنع إنتاج مستضدات البروستاتا الخاصة بناء على دراسات سلطان البروستاتا والمبيض والكبد والأمعاء وجد الباحثون أن تناول البروكلي أكثر من مرة في الأسبوع يقلل من التهاب البروستاتا بنسبة 45% وكذلك سلطان البروستاتا للاستمتاع بطعم البروكلي يوصى بطهيه على البخار قبل قليه أو قليه بالزيت لمدة خمسة دقائق اعلم أنه إذا تم تحميس الخضروات لفترة أطول من ذلك فإنها ستفقد خصائصها المضادة للالتهابات والسلطان علاج والزهاب البروستاتا في المنزل بالفلفل الأحمر الفلفل الأحمر هو أحد المصادر الغنية بمضادات الالتهاب والسلطان الفلفل الأحمر حار بسبب وجود الكابسيسين بالإضافة إلى تقليل الألم يمكن للكابسيسين أن يقتل الخلاي السلطانية وخاصة سلطان البروستاتا نظرا لمضادات الأكسادة القوية فهو يقضي أيضا على الجذور الحرة التي تسد الشرايين وبالتالي فهم أفيد جدا لأمراض القلب والأعاية الدموية علاج التهاب البروستاتا في المنزل ببذور اليقطين تتمتع بذور اليقطين بخصائص مذهلة لصحة البروستاتا وخاصة للرجال المصابين بالتهاب البروستاتا أو بسلطان البروستاتا الحميد زيت بذور اليقطين غني أيضا بالكاروتينات وأوميغا 3 قال بحثون أن الرجال الذين لديهم نسبة غالية من الكاروتينات في نظامهم الغذائي هم أقل عرض للإصابة بسلطان البروستاتا علاج التهاب البروستاتا في المنزل بالزينك يتم تخزين معظم الزينك في البروستاتا عند الرجال يشارك في جميع مرحل الإنجاب عند الرجال بما في ذلك التمثيل الغذائي للهرمونات والنشاط الحيوانات المنوية وحركتها وصحة البروستاتا ووظيفتها أظهرت الأبحاث أن مستويات الزينك في أنسجة سلطان البروستاتا تنخفض بشكل ملحوظ مقارنة بالأنسجة السليمة تشمل المصادر الغنية بهذا المعضن المحار والكبد والحبوب الكاملة والبقليات والمأكلات البحرية والمكسرات النباثية علاج الذهاب البروستاتا في المنزل بالطماطم من المعروف أن الطماطم مصدر غني بالليكوبين والمغذيات النباثية والكاروتينات الليكوبين هو أحد مضادات الأكساد القوية والفعالة للغاية لصحة البروستاتا علاج التهاب البروستاتا في المنزل ببذور الكتاب نظرا لأن الزيوت النباتية غنية بأحماض أوميغا ثري فإنها تقلل من خطر الإصابة بالسرطان بما في ذلك السرطان البروستاتا بما أن جسم الإنسان نفسه غير قادر على صنع أوميغا ثري فلابد من الحصول على هذه المادة من الطعام تحتوي بذور الكتان على مواد غنية بالأوميغا ثري يمكن إضافتها إلى حبوب الإفطار والزبادي علاج التهاب البروستاتا في المنزل بالكركم الكركم هو نبات يتم طحنه في التوابل عن طريق طحن جذوره اللون الأصفر لهذه المادة يجعله أكثر حدة يساعد تناول الكركم في علاج التهاب البروستاتا ويقلل من نمو سرطان البروستاتا الموجود بل ويقتل الخلايا السرطانية علاج التهاب البروستاتا في المنزل بفيتامين دال المستويات العالية من فيتامين دال في الدم لها أيضا تأثير وقائي ضد التهاب البروستاتا يقلل هذا الفيتامين من خطر التهاب البروستاتا بسبب آثاره المضادة للتكاثر والمضادة للنقائل نظرا لأن ضوء الشمس والأطعمة المحدودة مثل الزبدة وصفار البيض والقشدة والكبد هي المصادر الوحيدة لهذا الفيتامين فإن تناول مكملات فيتامين دل يبدو ضروريا لمعظم الناس ولكن على أي حال عندما تكون البرستاتة بصحة جيدة فهذا يعني حتما حياة جنسية أقوى وأكثر إرضاء لذلك لا تتفاجأ عندما تجد أن نومك يتحسن وإلى هنا وصلنا لختام هذا الفيديو الذي يحمل عنوان علاج التهاب البرستاتة في المنزل وتترقنا إلى عنواع وأسباب وأعراض التهاب البرستاتة نتمنى أن يكون هذا الفيديو قد أعجبكم ونال رضاكم مشاهدين الكرام هذا كان كل ما لدينا اليوم شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته